في مكة و سمعت قصة إسلام أحد الناس فحبيت أن أقولها لكم هذه قصة على طريق السفر و السفر و لما طريتها الإنجليزي و كذا هذا رجل في أسمانيا و كان هو يحكي قصة إسلامه يعني للعرب و حزنان عليهم يعني لكن بجيب لكم القصة قصة إسلامه في البداية هذا رجل في أسمانيا من تجار المخدرات الكبار ما هو تاجر بسيط تاجر كبير ما أدري عادة ما أحط شيء بس إنه تاجر كبير يقول أملك ما يقارب عشرة قصور في عشرة دول حول العالم من الدول يعني يعني المتطورة والظاهر من ممتلكاته يقول أملك في ست سيارات في العالم أنتجها المصنع أنا أحد ملاك هذه السيارات أنا واحد من ملاك الست سيارات ست نسخ خلاص واصل مزبوط واصل بالحيل و يقول كرمت يعني هو يتكلم في قصة هدايته يقول كرمت الجزمة اللي ألبسها في رجلي قيمتها تصرف على عائلتين مدة شهر في أسبانيا يلا قيمة الجزمة مصروف عائلتين مدة شهر كامل في أسبانيا يقول القصة هدايته يقول أنا كنت أمشي في الطريق مرت علي بنت قالت له هل أنت سعيد يقول قلت لها لا قالت لها إذا أنت أبغى السعادة خذ هذا الكتاب يقول أخذت الكتاب أثرها منصرة وعطتني كتاب الإنجيل يقول رحت أنا أقرأ في البيت وش ديانته ما ذكر ديانته السابقة لكن نصراني ما ذكر ديانته لا مو نصراني الظهر بدون دين أغلب يعني النسبة كبيرة بلادين صلى الله عليه وسلم المهم يقول أنا أخذت الكتاب رحت قريت في البيت قريت قريت في أشياء أجذبتني في أشياء حسيتني فيها يعني روح فيها لكن عندي عدة تساؤلات كانت يوم جابعد كم يوم وقلت البنت قلت لها يا أختي الأغالية فيه بسأل عن كذا وعن كذا في تساؤلات عندي قالت نروح نوياك للكنيسة وعندي القسيس يشرح لك كل الأشياء ويحلها لك وبإذن الله تجد يعني شفاء لهذه الأسئلة يقول رحت نوياها القسيس وعطاني بعض الإجابات ما أنا مقتنع منها كاملا لكن فيه نوع من الراحة يقول دخلت النصرانية دخلت في النصرانية يقول عقب يومين ثلاثة رحت للخمارة كرمكم الله والسامعين والملائكة يقول إذا فيها واحد من زملائي واحد مغربي مسلم يقول قلت له أنا يو أرهبي قال له نو يقول كان يعني خارج التغذية قال له نو ما لي بسعيد قال لا تبغت تكون سعيد قال له يس قال خذ هذا الكتاب يقول سويت له نفس ما سويت لي البنت عطيته كتاب الإنجيل هذا مغربي مسلم وفي الخمارة يمرأة الكتاب الإنجيل قال لحظة لحظة أن تبحث عن السعادة أنا جالس من يعني لما سمعت القصة أقول شوف المسلم في خير ولو أن في الخمارة والآن هذا الذي في الخمارة أصبح في صحيفة أعماله رجل من كبار تجار سبحان الله المخدرات قال له أنت تريد الإسلام قال له نعم أنت تريد السعادة قال له نعم قال هذا لن جبت لي أنا عندي شي أفضل منه قال وشو قال الإسلام قال وكيف الإسلام هذا الدين توني داخله وعلم يا رفيقي قال لا 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 هذا خلى عنك في دين أفضل منه وبتسعد وقام يتكلم له شوي بس ما عطاه يعني هكا المعلومات إيه بالخمار سمع لكن شوف الدلالة نعم أنا والله أنا والله أني يقول سبحان أشياء من ذلك قال له هات جوالك فتح تطبيق حط برنامج المؤذن ما يعرف شي يعني عن الإسلام يتكلم فيه المغربي عطاه برنامج المؤذن ثبته في الجوال المؤذن وعن نظار تفسير القرآن أو كذا وفيه لغات صار البرنامج ذا خذ حطه في البرنامج خلص من خمارة راح البيت هو يقول أنا في طبيعتي أصحى يومين أو ثلاث أيام وإلى رجعت رقت لي يومين إلى ثلاث أيام حقين المخدرات صلى الله عليه وسلم يقول لما جيت أنام إلا كل شي مؤذن لي هالجوال كل ما جاء وقت صلاة تنبيهات أذن الجوال أعود أطف فيه وشوي ثلاث ساعات دخل وقت ثاني أذن عود أطف فيه يقول أنا أشغلني ذا يقول جيت أنا بأحذف البرنامج وأنا جالس أبغى أحذف البرنامج إلا طلعت لي صفحة المصحف وتفسير المصحف كذا في خلال أنا ناوي أحذف البرنامج دخلت في التفسير وقعدت تقرأ يقول حسيت أن هذا هو الدين الحق يقول خليت البرنامج بعد ما صحيت من النوم طلعت أسأل عن الإسلام وعن وين أجد الإسلام دلو على المركز الإسلامي في أسبانيا وراح وأعلن إسلامه ونطق الشهادتين ودخل في الإسلام وهو كانت القصة كان يتكلم مع تجار من المسلمين هو كان يروي قصته لتجار من المسلمين المسلمين يعني وكان يقول لهم يقول للمسلمين أنا يعني لست حزينة الآن أنا أسعد الناس قالوا هل وجدت السعاد قال الآن في قلبي سعادة لو أوزعها على أهل الأرض لسعتهم يا سلام الله لكني حزين على أن أمي وأبوي وأخوي ماتوا على غير لا إله إلا الله وأنتم يا المسلمين عندكم هذا الكنز العظيم ما علمتونا وما سكين على هذا الدين ما جيت زرتونا تكلمت معنا سويتو لنا دعوة للإسلام وضحتو لنا فضائل الإسلام إحنا ما نعرف الإسلام وتايهين قال أنا من زملائي عدد اللي انتحر اللي رمى نفسه اللي كذا كلهم ضائعين بدون بدون نحن في نعمة كبيرة دائما نذكر فيها نعمة لا إله إلا الله لا يعدلها نعمة وكفى بها من نعمة طبعا التجار يعني يسألون عن ماذا فعلت بعد الله قال هذا المال أنا يعني أنا قليبي باقي فيها والدراهم ذي وراحت يا ولد وشويت قال خرجت من باني كامن تخيل أبو عبد الله أنا تعجبت من فعل الرجل ولي قص القصة لنا أخ مصري مقابلة الرجل اللي قص القصة لنا مصري بس يقول أنا ما أخذ القصة منها نفسه يقول العشرة قصور هذه بعتها وأنفقتها في دور الأيتام وفي نفع المسلمين ويسألونها التجار والجزمة قال حتى الجزمة والسيارة قال حتى السيارة بعتها لله سبحانه وتعالى وبدأت بالصفر كيف بدأ طبعا هذا يعني بعض يعني كلامه يقول صرت أروح للغابات ولل أخطف بعض الثمار وأجي أبيعها في السوق بدراهم بسيطة وأروح أتعلم الإسلام وتعلم القرآن وبدأت وبدأت على الآن والحمد لله الآن رجعت في تجارة وجاي أخذ حج بيت الله سبحانه وتعالى أشهد من ذلك اللي هي أكبر نعمة نعيش فيها يا جماعة الخير يعني لا تقول أنا ضايق صدري أنا يا أخي ما أشحس أنت عندك كتاب لو أعطيته من وقتك والله بس قراعته غير التدبر فيه غير التعمل فيه غير قراءة تفسير غير أن تجد فيه نور فيه سعادة فيه رضا عندما تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وحباب تورد لكم هذه القصة مما سمعتها وأعجبتني جميلة أنا صار لي جميلة الله يسعدك أنا صار لي موقف طالع من صلاة الجمعة عام 1431 أو 1432 يا سلام أبركب سيارتي مع أي واحد من الشباب اللي جايني واحد من الجالي الهندية رابط رأسه بخرقة يونى حمر هذا شيء لا لا يونى حمر لا لا خرقة عادية جاهني من بد الناس أنا بركب كذا أنا استغربت الرجال جايني ناصيني جا وقف عندي قال أبغى أسلم إيه والله يا سلام قال أبغى أسلم وأنا ضم وخوي اللي معي وركبه في السيارة وأطلع قلت كيف قال أنا أبغى أسلم جاهز لا إله جايبها الله سبحان الله هذا من توفيق الله ورح بهل البيت ودق على الشيخ مكي قلت أبو عمر عندي واحد من الجالي الهندية يبغي عن الإسلام قال جبه لي في المسجد روشه وجبه لي المسجد صلاة العصر رح سبه للبيت وتروش وحطيت القناة على قناة السعودية حقية القرآن وشوف هذي مكة كلامه حتى فيهم الممرح تبيني الشيخ مكي وأشهر سلامه مكيزين هي الشيخ مكي آه إن شاء الله في المسجد عندها صلاة العصر وتكلم الشيخ قبلها من السنة أنك تبارك له معدي تفضل تفضل وغير اسمه عبد الرحمن ما شاء الله في الشاهد رحت به المكتب الجاليات واسأله ليش اسلمت قال أنا مليس أشتغل مليس ليسر يقول عندي والبيت اللي أنا أشتغل فيه قبل ثلاثة شهور يقول جاني صاحب البيت كان يعاملني معاملة هنا واللي معي جيدة يقول لا جوقت الفطور جاب لنا فطور لا جوقت الغداء جاب لنا غداء ولا يرفع صوتها علينا يعاملنا باحترام أعطاني كتاب يقول خذيت الكتاب معي من تعامل الرجل هذا خذيت الكتاب وحطيته عندي في الغرفة يقول لا أرجعت من العمل يقول أقرأ الكتاب يقول صار لي ثلاثة شهور أقرأ الكتاب وصلت أني خلاص دين هذا الدين حق بدخل وجارس أبكي يقول اليوم الصباح يقول أبكي وقلت يا رب أنا أقرأ سلم دلني يقول وطلعت لقيتكم قدامي وعلمتكم ورح ترضي معكم هذه قصة كلها عنا جانا جاهز لكن في ميزان عمل من؟ الرجل ذا اللي أعطاه الكتاب والله لا إحنا ممكن لأجل والعبرة بحسن التعامل يا أخوي نعم ترى حسن التعامل لو الرجال هذا سيء حتى لو أعطاه كتاب ما يقبله ما يقبله ما يقبله لكن شف التعامل الطيب اللي حثنا عليه الدين الإسلامي وهو يمكن شف التأثر بالقدوة نعم فهي بقى الدعاية اللي راحة لندونيسيا إذا عندكم خبر نعم وشرق آسيا بالقدوة أسلموا بالقدوة بدون دعوة أسألة قلت عرفه الشخص قال لا شف ما يدري عنه دخل الإسلام ويمكن هذا الشخص هذا اللي اللي أسلم بسبو كان عطاه يمكن ما يدري أنه أسلم لكن يلقاه في ميزان يوم القيامل نعم وصار من الدعاة الحين هو عبد الرحمن شف الحين صار من الدعاة والحسن إسلامه وماشاء الله تبارك الله هم عجي فلبيني ولا هندي هو هندي هندي هم إذا أسلموا سبحان الله خاصة اللي عاش الفترة اللي يعرف لا يمكن يرجع بعكس اللي حين بعضهم اللي مسلم تقاورتك لكن اللي عارف الأمور السيئة أول خلاص يدري أن الله نجاف يتمسك كان هندوسي والهندوسي ترى في عبادتهم عوذ بالله يتمس عينوا لكن الحمد لله سبحان الله طبعا الدين المعاملة ننتبه دائما في تعاملاتنا مع يعني الخدم مع السائقين بالمعاملة الحسنة أنا الوالدة على طريق قصص الدعوة والإسلام كنا نجيب خادمات مسلمات و مع الوالدة جاء سنة من السنوات ما نجينا مسلمة كان فيه شح مكاتب غير مسلمة متوفرة مسلمة غير متوفرة يا يمه يا يمه وش رايس ما فيه إلا غير مسلمة قالت الله يعين استعنى بالله جبنا غير مسلمة الوالدة تكرمهم والله أنها تقدم يعني تفرغ لها الأكل قبل لا يفرغ للبيت يعني تعطيهم من طيب الطعام سبحان الله الكلام الطيب المعاملة الطيب كأنها كأنها خواتها ولا بناتها يعني والله ما ما تميزهم عننا بشيء وسبحان الله يدخلون في الإسلام أصبحت تقول لا بدأ جبني كافرة ما عدا أبغى مسلمة أبي أخذ أجر إيو الله من فضل الله سبحانه وتعالى أمسي على الوالدة وهي قدوتي وقدوتنا في التربية والتعامل والأخلاق والإكرام والمحبة وأم للعطاء سبحانه وتعالى يعني يرزقنا ما نرد فيه جميلها ربتنا خير تربية اشتادت علينا الله يجزاها عنا خير الجزاء يا مبراهيم مسيس بالخير وسامحيني لو قصرت وأنا مقصر في حق صلى الله يرحم والدي ويجزاس عنا خير الجزاء خير ما قدمتي وخير ما فعلتي فأنت دائما تربيننا لفعل الخير الله يجزاس عنا خير الجزاء ويجعل من جابس جنات النعيم وبيض الله وجسم مبراهيم ولا أنسى أبوه صلى الله عليه وسلم وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يبدل سيئاته حسنات وأن يحلله وأن يبيحه وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يغفر لجميع آباء المسلمين وأمهات المسلمين وأن يغفر لجميع المسلمين يا رب العالمين بالمعاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة تتعامل مع الناس يعني قصص كثيرة تأثروا بالإسلام بسبب حسن المعاملة حسن المعاملة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في معنى الحديث ينال الرجل بحسن الخلق درجة الصائم القائم فلما تتعامل مع الناس بحسن الخلق أن تكون سبب في الهداية بس بالمعاملة هذا ما يعرفه أنا والله أتذكر مرة كنا رايحين للمدينة منورة وحنا واقفين في محطة البنزيم معنا واحد هو كان سواق السيارة رجل عنده حب للدعوة حب للخير وحب وقفنا عند المحطة نعم ببنزيم كلهم امتنى رحت الدورة المياه وراجع إلا هو اللي كنا شاريناه بعض اللي شريناه أعطاه اللي يصب البنزيم وتكلم معه أنت مسلم قال له ما في مسلم قال ضروري إسلام يقول يعني والله أني تكلمت معه كلام مكسر وله يعني نص فاهمة نص ما فهمة لكن يقول الرجل أنا يوم جيت لين الولد عيونها محجرة فيها الدمعة متأثر مرة يعني قلت أنت شو سويت الرجال وش قلت الكلام والله عطيته اللي توشريناه من بقالة عطيتها عصير وعطيتها كيك وتكلمت معه أنت ضروري إسلام إسلام دين حق ويقول هذا الكلمتين اللي قلتها له قلت لا إله إلا الله قال أنا يعني مستعد للإسلام أخذنا رقمه وربطناه مع أقرب مراكز الدعوة حول المنطقة هذه طبعاً أحنا مسافرين وفي محطة كلمة بسيطة ابتسامة إكرام من وش اللي بتخسرك خمسة ريال أو ستة ريال وتكسب لك الرجل يصلي ويقوم ويحج ويعتمر ويزكي يدخل في الإسلام وكل هذه الأعمال تكون في ميزان حسناتك فدائماً نبادر بالخير بالمعاملة الحسنة صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر الجزء الثاني كذلك قد نكون نحن هذه من الأشياء اللي يعني ما ندري عنها قد نكون نحن سبب في صد الناس عن الخير بسبب التعامل أنا أتعامل هذه أخلاقي يا أخي أنا كذا أنا إنسان شري إنسان أن تدري أنك تصد الناس عن الخير نعمي والله يعني يجي واحد عنده سمع عن الإسلام شاف حاجة حلوة في الإسلام لكن لما يتذكر معاملتك أنت اللي تعاملت معه إما هضمت حقه إما ظلمته إما جحتته إما إما فيقول أدخل ذاك الدين ذاك الرجال لا والله من يبداخله فتكون أنت سبب في صد الناس عن الدخول للإسلام ولا لا يا ابو نعمي بالله بيان أكيد أنا تذكرت سالفة الشيء بالشيء يذكر تفضل فيها طرافة طب طرفة واحد تزوجها جنوبية كانت ميب على الإسلام وأسلمت سبحان الله تعامل الرجل معها ودعاها الإسلام وأسلمت سلام عليكم فعليكم السلام ورحمة الله جت مع أهل ديرته وشافت أهله وشافت تعاملهم جت عند زوجها قالت أهلك متى يسلمون من سوء تعاملهم تظن أنهم هم مسلمين ولا كانت تظن أن فيه مسلمين عشونا ما شافتهم قبل الإسلام إيه سبحان الله العظيم فالتعامل سبحان الله العظيم ترى هو اللي وفي نقطة مهمة الحين نقولها لأخوانا المشاهدين كل مكاتب الدعوة الحين موجود عندهم أرقام وجرد أنك جيك سايق أو عامل أو واحد بالمسجد يعني مو بالمسجد بالحارة من غير المصلين أو تعرف أنه مو مسلم مجرد أنك تاخذ رقمه الواتس رقمه وترسله للمكتب بالتعاون وتوصلوا معه تجي رسائل توعوية عن الإسلام وبلهجته ويمكن يسلم لو بعد عشر سنين أو خمس سنين وأنت ما أدريت عنه يسلم وأجره موجود لك عند الله سبحانه وتعالى لا شك العملية سهلة مخدوم يعني شيك ولو تكتبون بالتبحثون من جوجل يطلع لكم الأرقام مكاتب الدعوة اللي فيها أرقام الواتس بجرد حسب لغة حسب اللغة تعطيهم رقم الواتس وتكتب لغته صحيح بتسؤولوا يعني عليهم أبعطيكم عن قصص الإسلام عندي قصص حلوة جميل جميل طيب أبو عبد الله يبغى يمتعنا وإياكم بقصص مرت عليه لأنه قدوتي في الرحلات هو الرحالة الأساس أنا ها 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 فتأخذون بعض القصص وإحنا بنتفرغ شوي نأدبها شوي بنابرز بنابرز كلمة رأس يا بو بي ولاحد نشاف ولاحد ندر لا يقول اليوم أسر منتجة مكرمينهم فطور حقد أسمي والله لا وجودية الله يجعلها في جنة عساكم أعلنتوا لها بس تستاهل إعلان والله أعلننا لها وتكلمنا ودعينا لها من القلب لأنها أعلن أكرمتنا أي ما أكرم أسر منتجة يبيعون لهم بيض الله جيكم وبيض الله لا لا هم يكرمون حتى يأخذون الإعلان لا نوهنا حقيقة أنا نوهت حقيقة ومن القلب أنه إذا للأخوان الأفاضل هذه بالمناسبة إذا رح تشتري من حقي الأسر المنتجة لا تتكاسرهم نعم ضعوف تراهم ومساك